لا شك أنه إلى الآن دائرة الصراء تشري إلى أن المتبنيات العامة للإرادة الدولية والإرادة الإقليبية هي عدم الذهاب باتجاه الحرب المفتوحة إدراكاً من الجميع أن الحرب المفتوحة ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة وهي مطلب مرفوض من قبل الجميع باستثناء نتنياهو نحن الآن ليس بحرب مفتوحة متعددة الجبهات لا بالحقيقة الحرب المفتوحة التي تتسع فيها الآفاق ميدانياً والأهداف وتشترك فيها أطراف متعددة إلى الآن طرفين نزاع واضح وأنه التوازن الذي يجري الآن في الميدان يدلل على أن هناك ضبط لسير الأحداث حتى حينما قامت إيران بالوعد الصادق الثنين في الضربة هي تحدثت عن أنها مارست حق الدفاع النفس ضمن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أي بمعنى هي تعطيحها إلى أنه لا زال التمسك بخيار الحرب المفتوحة قائم ولا زلنا تحت مضلة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بعدم جر المنطقة إلى ما يهدد الأمم المتحدة لهو الرئيس الإيراني كانوا اشتركوا في القناة